السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم إن شاء الله النهاردة عندنا امتحان في الأحكام اللي احنا أخذناها في أحكام التجويد في الدورة احنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين النون والميم المشهداتين الميم الساكنة وباب اللامات النهاردة معنا دائق امتحان رقم اثنين احنا طبعا عملنا قبل كده امتحان على أحكام النون الساكنة والتنوين وكان عندي الاستعاذة والبسملة وبعض التعريفات طبعاً اللي احنا أخذناها في الأول عند النهاردة الامتحان ده يكون في النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والنون والميم المشددتين واللامات باب اللامات السواكن أول سؤال عندي عرف الإضغام واذكر أنواعه مع التمثيل لكل نوع هتكتب لي تعريف الإضغام لغة مصطلحة وهتقول لي بينقسم لكم نوع وتكتب لي أمثلة على نوع الإضغام وطبعاً أنا أتمنى أن الأمثلة تكون من حفظ الإنسان يعني الإنسان يكتهد أن ده غرض من الامتحان طيب بالنسبة لبيتي السؤال هتقول لي حكم النون والميم المشددتين مع ذكر الأمثل نفس الوضع هتقول لي النون والميم المشددتين الحكم بتاعهم إيه؟ تمام؟ وتجيب لي أمثلة عليهم على النون وعلى الإيه وعلى الميم تاني سؤال اذكر حكم اللام الساكنة إذا جاءت في بداية الكلمة مع ذكر أمثلة إحنا طبعاً يا جماعة لما درسنا باب اللامات السواكن قلنا اللام الساكنة بتأتي اللي فكر معنا واللي حضر معنا الدروس بتأتي في بداية الكلمة في وسط الكلمة في نهاية الإيه؟ الكلمة وطبعا ده كل ده إحنا شرحنا هتبردو الأمثلة وتوضح للأمر وتوضح لشكل اللام اللي إحنا طبعا كل اللي إحنا درسنا إن شاء الله في الدروس تالت سؤال اذكر أحكام الميم الساكنة مع ذكر أمثلة نفس الوضع هتقول لي أحكام الميم الساكنة كم حكم وتبدأ أن أنت تبينهم لي وبين لي شكل الميم الساكنة زي ما أنت هتبين لي شكل اللام الساكنة تمام؟ نفس الوضع في النون والميم المشددتين رابع سؤال استخرج من صورة البلد تمام انت حافظ صورة البلد ويعني الامور تمام ما فيش مشكلة ما انتش حافظها حاتها من المصحف وابدأ ان انت تكتبها وبعد كده تبدأ تخرج منها احكام النون الساكنة والتنوين الميم الساكنة النون والميم المشادتين اللامات السواكن بس يا ريت في حاجة لما تيجت مثلا في الصورة عايزك النون الساكنة والتنوين تبقى احكامها كلها على بعضها يعني تيجي تحل مثلا هتقول احكام النون الساكنة والتنوين صورة البلد احكام النون الساكنة والتنوين وتقوم جايب كل احكام النون الساكنة خلاص طيب الميم الساكنة تجيب لي احكام الميم الساكنة كلها على بعضها يعني ما تجيب ليش الاية الاولى فيها مثلا نون ساكنة ونون مشددة مثلا والتانية فيها لا عشان كده الموضوع بيبقى ايه بيبقى فيش في تنظيم تمام كده يبقى ميم ساكنة هتجيب النون والمين مشددين فيها مثلا خمسة نون ساكنة نون مشددة فيها اتنين مين مشددة كده نفس الوضع في اللامات السواكن فيها لم ساكنة مثلا فعلة او حرفة او اسمة او كده تمام ده بالنسبة لسؤال استخراج الحكم اخر سؤال ان انت بتذكر الحكم التجويدي في الكلمات الاتية مع الضبط بالشكل ركز معي دايما في السؤال ده يعني ايه في ناس كتير بيسقط منها بعض الامور انا عايز الحكم التجويدي في اللي احنا درسناه ركز معايا في النون الساكنة والتنوين المين الساكنة المين والنون مشددين واللمات وعندك طبعا الاظهار المطلق فاكرينه اللي احنا درسناه تابع لاحكام النون الايه الساكنة والتنوين اي حكم في الكلمة نفسها سواء الكلمة الاولى او التانية انا جايب لك هنا عبارة عن ايات او جزء من الاية عايزك تقول لي غم بغم هتجيب لي في الكلمة الاولى وتجيب لي الكلمة التانية وتعمل ايه تضبطها بالشكل الضبط بالشكل ده معناه ان انت تقول لي ده هنا في فتحتين هنا في شدة هنا في كذا بالنسبة برضه ده اللي انا عايزه انا مش عايزك تشكل الكلمتين او الاية كلها انا عايزك تركزلي على الاحكام اللي احنا اخدناه تمام ايه احكام النون ساكنة المين والنون والمين مشادتين واللمات وتبدأ ان انت تقول لي تقوم جايب كده تجيب لي غم بغم وإليهم بالمودة تقول لي في هنا عندي في نون ساكنة حكمها كذا في تنوين حكم كذا في ميم مشددة حكمها كذا في ميم ساكنة حكمها كذا عندك انكم ظلمتم تمام عندك ونفس وما سواها وطور سينين ارأيت الذي ينهى واخرجت الارض اثقالها قل اعوذ برب الناس زي ما قلتلك كل حاجة هتقول لي في في الكلمة دي في هكذا 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 في اللي احنا درسناه مش عايز غيره انا مش عايز في باب المدود ولا عايز في اي حاج ولا في مخارج ولا صفات ولا اي شيء من ده انا عايزك في اللي انت درسته بس تبدأ ان انت ايه تخرجلي منه وده اللي احنا عايزينه طبعا يا جمع لو في حد اول مرة يشوف الامتحان ده والكلام ده طبعا احنا بدأنا دوره شرحنا فيها 16 درس موجودين سواء موجودين على صفحة الفيسبوك او على قناة اليوتيوب وطبعا الدروس دي مرتبة في رقم واحد اتنين تلاتة لغاية اخر درس اللي احنا وقفين عنده طبعا احنا بناخد ما يقرب مثلا خمس دروس ست دروس بحسب الكمية اللي احنا بناخدها وبعد كده بنعمل عليها امتحان وما بنعمل الامتحان بنعمل الامتحان على ما سبق على كل اللي احنا اخدناه فاحنا ان شاء الله هنمشي كده مع بعض هنبدأ ان احنا لما لغاية الاحكام دي لما نبدأ ناخد احكام جديدة هنبدأ نعمل امتحان ويكون على ما سبق من اول احكام النون السكنة لغاية اللي احنا توقفنا عنده طبعا كل الدروس دي موجودة ومرتبة على الصفحة او على قناة اليوتيوب ان شاء الله تبارك وتعالى نلتقي على خير وأنتظر إن شاء الله الإجابة بتاعكم سواء كتاعة الواتس رقم الواتس طبعا موجود على الصفحة أو الرسائل الصفحة المسينجر وإن شاء الله بإذن الله هتابع الأمور وارد عليك ودي لك الدرجة بتاعتك وأتمنى أن الأمور إن شاء الله تكون كويسة وفي درجة الامتياز يعني أسأل الله الكريم الحليم أن ينفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة وإن شاء الله نتقي على خير في دروس قادمة من تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته